السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأصدقائي الأعزاء أخذ فيديو أسوأت لكم عن طريقة اكثار نبات ابن الفيل بالخلفات اليوم سأسوي لكم فيديو عن طريقة اكثار نبات الدفن الباخية طبعا هذه الشكلة كانت في مكان ما رادوا يدبوها فأحد الأصدقاء جاب لي إياها قل لي شوفها تنفع تنفع للتكاتر وتنفع جدا طريقة اكثار نبات الدفن الباخية مثل نبات ابن الفيل نقدر يكاترها بالخلفات التي تطلع على جانب الشكلة الأم وعلى ساقها والطريقة الثانية طريقة الاكثار بالعقد هذه الشكلة طبعا بيها النموات نقدر هذن نفصلها ونكاتر بهن وبعدين نقطع النبتة الى عقل ونكاترها بالعقل طبعا البارحة هنا نظفت النبتة من البطايا وخرت الأماكن اللي بيها تعرفنات وخسلتها وهيئتها الى اليوم اللي اكاثر بهن أول ما نبدأ نزيل هذه الفرخات او الخلفات ونكاثرها بسندان طريقة بجعلتها نأخذ النبت القوم شوية ونطلع الخلفة ونطلع الخلفة الأم ما تتأثر نحن نريد نحافظ على الخلفة لذلك نأخذ شوية لنلت القوم هذه طبعت الخلفة بهذه الطريقة بحيث بيها جدر لاحظوا؟ هذا الجدر هذه كلها جدور فهذه إن شاء الله تنجح هذه الخلفة الثانية بيها جدور أيضا ننزيلها بنفس الطريقة شوفوا هذه الخلفة الثانية وجدورها بيها هذه الخلفة الثالثة شوفوا هذه طبعا صار بيها تعفن غسلتها آني ويرت عليها مبيت فطري البارحة واليوم بطريقة اكتارها ونزيلها ونأخذها من القوم أيضا شوية حتى نسبة نجاحها صير أعلى هذه الخلفة الثالثة نأتي على هذه نبتة القوم كيف تعتبرها؟ هذه المنطقة بيها جدور نحاول نقطعها نقطعها نخلي بس هذه العقلة بها عقلة عقلتين نقطعها من نانا حتى هذا الصيل شفلة طبعا هذه الشفلة صغيرة نجيب سكينة خادة ونقطعها هذه قلنا البرعم وهذه الجدور نقطعها من نانا هذه العقلة ونحافظ على هذه العقلة فنقطعها بهذه الطريقة هذه العقلة هذه المنطقة هذه المنطقة شوفوا كل مسافة هذه بحدود السبع سنتيمات هذه بحدود السبع سنتيمات هذه أيضا بحدود السبع سنتيمات نقطعها ونحافظ على هذه العقلة نقطعها حتى ماتيها وذلك إنازمت هناك العقلة وهذه العقلة ونحافظ على هذه العقلة طبعا نستيبMen فنقطعها هناك، لمستقبل لدى العقلة نقطعها حتى من افنين نقطعها أيضا بها الطريق هاي نقلبها حتى منتية الاعلى من الاسفل معلتها هذي ايضا نؤخر هاي الاوساخ هاي بها عقلة هاي عقلة ثانية نقطعها من نعلى وهذه العقلة الطرفية نزرعها واحدا طبعا نحن نقدر نزرع كل الاقلة من ني في سندانة ونقدر نجمعهم كلهم واحد اثنين ثلاثة اربعة في سندانة واحدة بعد ان يفرعا ينمن بهالطريقة هاي او بهالطريقة هاي شوف هاي اقلة عن مكاثرها وناجحة الحمدلله بعد ان نصير بهيش حجم او اكبر نحاول نقدر نفصلها ونزرعها كل واحدة بسندانة ونحن نجمع سندانة شرب ان تكون السندانة بها الفتحات تصغيف جيدة فهي الفتحة تصغيف مغلوقة نحاول افتحها ونحن نجمع كل هندانة مفتوحات نجمع البتموس نجيب هاي الاقل اللي قطعناها انا اريد اسوي اكبر وحدة بالوسط او اربعة هاي ازرعها للمكان واحد ومنين ما نطلع عن اوراق نقدر نفصلهن ونحطهن كل سندانة بواحد حتى اذا صار البتموس على الضرف بس نحاول من نسقيها بالرشاش رح يوقع هذا البتموس وتطلع وجه العقلة هاي زرعناهم هاي السندانة نزرع بها هاي العقلة نزرع بها نزرع بها العقلتين الباقيات طبعا انا اقدر اضعها كل واحدة بسندانة بس الاقتصاد بالمكان اقضل السرعة لا زرعنا وياداني وهاي هاي هما نحطها مننا حتى تصير كثيفة وحلوة واذا صارت كل شيء كثيفة نقدر نفصلهم نحطهم كل واحدة بسندانة اما هاي القوم فراح حاول ازرعها بالحديقة بالأروم حتى نشوف تنجح او لا يلو هاي الحديقة خلننشوف شون ازرعها راح ازرعها بهذا المكتاب هذا الجذر المقطع المخرة نغمقها اكثر لانه بيها جذور حتى تتأخذها المقطع بسميه هاي ان شاء الله تنمو وتصير تجرة كبيرة ومثل ما تشوفون هذا اللاين انا زعرع بنا بعتاب ضلية هذا كبت البط وهذا المطاط وهذا اليوغا هذا ايضا مطاط وهي هذا نرشيل لكن اليوم خلصة اللي شلعناها منناك ازرعناها ما شاء الله ناجحة مية بالمية نسبيها به هالطريقة نسبي العقل والشتلات اللي زرعناها ها بسه بعد انكملنا زراعتين نسقيهم بالرشاش بهالطريقة هاي اول طريقة لسقي النباتات الضلية الداخلية هي السقي الرشاش خصوصا في اول وقت زراعتها هاذا شوفو منغطيناهم همسقيناهم همطلعنا الوجه مال العقلة هاي نبقى دائما اصدد اربع خمس مرات او اكثر نسقيهم بالرشاش كل اربعة ايام سقيا هاي ايضا نسقيها طبعا ملاحظة مهمة انه طريقة اكثار الدفن باخية بالشتة ما يصير لانا الدفن باخية تتأثر بالبرد وكذلك عند ارتفاع درجة الحرارة همطلعنا نبتعد عن التكاطف احسن وقت لاكثار نبات الدفن باخية ومعظم النباتات هو في موسم او فصل الربيع لازم كل شهرين نطلب السندانة نشوف فتحة التصريف وما صار بها انسداد او تكلوسات فاذا صار تكلوسات او انسداد لازم نفتحها انا هدى اللي كل نلاحظ بس عد لي شهرين شاك بها انه صار انسداد لفتحة التصريف موسم بس هاي بس هاي ما امتابعة فشار 90% انه اكون انسداد لفتحة التصريف والله صحيح وشكي بمحلة شوفوا هذا التكلوس الصاير هذا لازم كل نزيله حتى يصرف الماء الزايد وما يصير تعفن هذا اللي دازيله سبب رئيسي لانسداد السندانة وتصريف الماء الزايد وسبب رئيسي لتعفن النبات وموتها ختام تقبل تحياتي مع حبي وتقديلي أخوكم خالد الخياط فيام الله خالد الخيط شكرا شكرا خلط خلط شكرا خلط خلط شكرا شكرا لنسبة